أولة لتقييم حجم الفضيحة الغذائية التي كشفت عن سوق معقدة بطول وعرض الاتحاد الأوروبي وافقت حكومات الاتحاد على إجراء آلاف الفحوصات المخبرية على أطباق يفترض أنها معدة أساساً بلحوم بقرية للتحقق من عدم وجود نسب فيها من لحوم الخيل فبعد الكشف عن وجود لحوم الخيول في عدد من الأطباق المعدة بلحوم بقرية ضمن قوائم المطاعم أو على رفوف المحلات تكافح متاجر وسلاسل مطاعم كبرى في أوروبا لإنقاذ سمعتها وسط شعور عام بالغثيان جراء الفضيحة في أوساط الأوروبيين الذين لا يستسيغون أكل لحوم الخيل وإن كانت لا تشكل خطراً على صحتهم إنه أمر فضيع أريد أن أعرف إذا ما كنت قد تناولت لحم الخيول خلال إحدى وجبات العشاء من دون أن أدري أعتقد أن ذلك مقرف يقومون بذلك لمجرد جمع المال الوكالة الفرنسية لمكافحة الغش قالت إن الفضيحة تشمل نحو 750 طن من اللحوم دخلت في تكوين أربعة ملايين ونصف المليون طبق من الأطباق الشعبية كالتورتلي واللزانيا والبيتزا في 13 بلداً أوروبياً من ناحيتها أكدت الحكومة الرومانية أن المقاصب المشتهرة بذبح الخيول في البلاد تقوم بتصديرها بصورة معرفة بشكل سليم وواضح على أنها لحوم خيل وأن الأئمة تلقى على من يقوم بخلط تلك اللحوم بصورة مغشوشة للزبائن جفراء أبو دقا العربية